موسيقى 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 تشوفكم الإعلام منغضم عاقمي؟ نعم شكرا؟ يحوشي نهاية؟ ايش بذيال اول حاجة تدعون الشرعب بسرعة وبرسع وبرسع يقولون لهمهم إنهم مختلفون ويقولون لهم نسيبون فنحن مختلفون نحن مختلفون بحيه أن نعلم أهدا يقولون الزوجين في العموم ليس إن أقول لكم i أابا والأمهات ويقولونهم أن هذه مثل الزوجين في العدو المشاكل من المجلس ان نكون لك ما يهزونون وشبعاً بيديش معاً، حتى عندما قاموا 17 كيف أنهم بيديش؟ مع الفلوس ويقتر جيبهم على الفلوس خاصة نسوش عنه الهاتف، لأن خاطر عليكم لأن الأباء والأمهات يسألون بالنيابة على الأملاء دياله وأنه قوليها شرعيين لماذا؟ لأنه أولاً تخاتر مغارج قصير قاتل، تحت الناقبة دياله في التوجير، وفي التنشيئة، وفي الرعاية، وفي التربية، وفي المراقبة واحد أوليداً صغيراً، قد يقص الحقيقية داروا في حصل على جيئهم، ومتالي فون، وداروا أخرى وظلاتها كيفية، قد كاتل شرع، كاتل شرع شرع وفي الأخر، والأفل، وفي إطالة تدريب والمعافلة في الأحدى، تدريب خاصة اليوم عدنا الحملة الحسيسية في العنف ضد المرأة في النسخة هالا عشرين، العنوان ديالها العنف الرقمي ضد النساء اللي بدينا كنشوفو بأنه في هذه الأوينة الأخرة بدك يستفحل بوحد درجة اللي هي كبيرة بزاف يعني تجاوزنا العنف اللفضي تجاوزنا العنف الجسدي تجاوزنا يعني ولا عنف بهذا العنف الرقمي يعني كي يجسد جميع أنواع العنف منها يعني كلهم جمعهم في حاجة وحدة اللي هي أنه ولا الإنسان مش يبقى كي يخرج الضمقاء وتلقى العنف قدامه لا ولا كي يجيبوا عنده للدار برغبة وأغلبية كي يكون الرغبة ما كتكونش بالرغبة لأنه متشي واحد ما يمكن أنه متشي مرأة أنها تبغي أنها تتعنف وفي قلب دارها لا من زوج ديالها ولا من 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 ناس يعني بعض المرأة كنشوفو بأن أزواج كيبغوا يأخذوا أنواع دي الأحكام معينة مثلا الحضانة للوليدات أنه مثلا كي يقولك أنه الاسم يشو الأم لا أنا تبقى مقان صييرة لا وأخذني أن أخذ لها الولاد يعني باش كي يأخذ لها صورة فوحد الوضعية معينة ومن يكنت زوجة دياله وبن بعد كي يستغلها أنها باش ما تبقاش أنها تستافد من ديك الحضانة ديال الوليدات وهذا كيدخل في إطار العنف الرقمي يعني هو الرقمانة يعني شيء حاجة هي إيجابية ولكن بالنسبة يعني كيفاش كتتتوظف ولسيما أنه هذا المناسبة للحملة الوطنية للعنف ضد المرأة يعني ولا تتوظف واحد السلوك ليهو بشيع وبشيع بزاف في إطار الحملة الوطنية تحسيسية لمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة نظمت مدوبية التعاون الوطني بالمسيق سباة في هذا الإطار الحملة الوطنية ووقف العنف في الموضوع العنف محاربة العنف الرقمي وأنه تنولت هذا الندوة ان شاء الله اللي تدرت في المركب ديال تنمية الشباب في عملت مقاطعة ثباتها تنولت بالضبط مخاطر ديال العنف الرقمي والتأثيرات دياله السلبية والأضرار دياله على البرأة والفتاة بالأخص لأن هذا العنف الرقمي بدك يشكل خطر على المرأة والفتاة وعلى المستقبل ديالها وعلى الدراسة ديالها وعلى المساهمة ديال الاقتصادية وبتالي وعلى الأضرار النفسية والجسدية اللي ممكن أنها تمس المرأة وبتالي أننا قدرنا هذه المبادرة وشاركنا فيها بهذه الندوة التحسيسية اللي حضروا فيها ناس مسؤولين وحضروا فيها نساء وفسيات وتتناولنا في جميع المسائل ديالنا في إطار المداخلات ديال الأساسي ديالهم شكورين في هذه الخطورة ديال العنف الرقمي والحد منه ومحاربته في نفسه عن طريق الوسائل الوقائية والوسائل الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي وشكرا ويمكن عندنا لقاء حول الحملة الوطنية للعنف ضد النساء اللي كان الموضوع ديال هذه السنة هذا هو العنف الرقمي ضد النساء حاولنا ما أمكن فهد اليوم فهد اللقاء بحضور مجموعة النساء نوعيهم بهذا الآفة اللي هو العنف الرقمي ضد النساء وكانوا معنا خبراء وحاولنا ما أمكن يكون لدينا مقاربات مختلفة المقاربة القانونية والمقاربة الدينية وطبيعة الحال كان هناك عرض فيديو حول الظاهرة وكان عرض لأحد الوطنية التعاول الوطني نتمنى في الخر يكون هذا اللقاء تحسيسي حول العنف ضد النساء كان مفيد لجميع المستفيدات ونحاول ما أمكن لحد دمنا الظاهرة ترجمة نانسي قنقر